أهلها وبساطتها دعونا لا نطيل بل نتحدث مباشرة عن هذا العمل الفني والأداء الفني بكمية كبيرة من الرسائل المنقولة للكل المحب لطول كرم مع الفنان الفلسطيني الكرمي مهند أبو صلاح أهلا وسهلا صباح الخير يسعد صباحك كيف أصبحت صح صح نشيت دائما وأفدا يا رب العالمين يعني أكثر من عمل فني وعلى مدار سنوات متواصلة مهند كنت قد قدمت أعمال فنية مختلفة وربما هذه المرة يا هلا أحياك انت بطول كرم بداية حدثنا عن هذا العمل الفني الجديد ولماذا الترحيب بالمحبين لطول كرم أولا بسم الله الرحمن الرحيم يسعد صباحكم صباح الخير يسعد صباح المشاهدين وشكرا على هاي الاستضافة أهلا وسهلا والله صدقا يعني أول شيء احنا ابناء طول كرم منحب هاي البلد ومنفخر في هاي البلد وبنحرع هاي البلد طبعا صدقا أنا قاعد في عملي فلقيت أحد الكتاب الله يتزيل خير الأستاذ القدير شادي أبو خيط طبعا هسا حاليا هو مقيم في السعودية لأصل من طول كرم نعم كلماته رائعة جدا فراصلني عبر التواصل الاجتماعي قال لي في مجال أتكلم معك وطولة تفضل فبكل في عامل كلمات لمدينة طول كرم قلت له كل الاحترام قال لي معني بصراحة تغنيها بصوتك قلت له إيه للشرف لأنه هذي بلدي وقبل ما تشوف الكلمات طبعا فبعت لي الكلمات كانت طبعا طويلة قلت له شو رأيك أستاذ شادي أنه نختصر لأنه بصراحة يعني المشاهد بجوز ملي يعني ها قال لي كل الاحترام هو حتى كان عامل لكل طول كرم وقراها وطبعا المدينة زائد الأحياء الحي الشرقي الحي الغربي الجنوبي فسبحان الله كان طبعا خلينا الأشياء الأساسية فاتصلت على الأستاذ أيمن اللي فداوي الله يتزيل خيره ويساعد صلاحه رجل للتحية الصباح هذا أكيد طبعا كنت كلي ولا يهمك فتواصلت معاه وروحنا على الستوديو والحمد لله تم التوزيع وتم الغناء فعرضت عليه سبحان الله قلت له شو رأيك نعمل هاك لب فقال لي كل الاحترام كلي مين قلت له مؤمن تجلد اللي بوجه له طبعا أكيد بنصبح عليه مؤمن زميلنا سأل صباحك حبيبنا مؤمن كلي ولا يهمك بعدت له المواد وكل شي تمام والأنشودي وبلش في الشيومين الحمد لله اللي بعتلي فيه كلي تفضل بعدت له الأستاذ شادي كلي ممتازة أنشور فالحمد لله رب العالمين اللي كان فيها أشياء الحمد لله من حيث التعليقات المشاركات أشياء جميلة صدقاً الواحد بنبسط ليش؟ لأنك أنت عامل لبلدك وهذا فخر إلنا طب عايش تركز هذا العمل الفني؟ بمعنى والرأي طبعاً للفيديو كليب والمستمع للكلمات بالفعل هي شاملة تمتاز بشموليتها تمتاز بشموليتها بالحديث عن المدينة عن القرية عن المخيمات عن الأحياء عن البلدات عن كل منطقة وبتزويد طبعاً بلقطات هي تبين طبيعة المهيد عن بساطة الناس في طول كرم يعني أنا بالنسبة إلي يعني استمتعت وكأنكم أخذتونا في جولة وهلا إحنا بنشوفها طبعاً عبر الشاشة لكل القرى لكل البلدات عن جمالية طول كرم عن جد حتى المغتربين اللي ما بيطلع لهم مشيجوا هون وكأنكم خلتوهم خدتوهم لفة زي ما بنقول في هالمحافظة والله أخت وفاء صدقاً يعني إحنا أولاً يعني نفتخر في بلدنا كثير جداً وصدقاً يعني إحنا في هذه البلد يعني بجوز يعني خلينا نقول حقنا مهظوم شوي كفنانين لازم نعتز صدقاً في فنانين طول كرم في أعمال طول كرم يعني هذا الإنشود إياها لو حياك طول كرم لما كتبها الأستاذ شاهدك كتبها أكيد من قلبه يعني من حبه لطول كرم أنا لما أنشتها فعلاً من حب لمدينة طول كرم من حب لأهل طول كرم لمخيمها لقراها يعني عملنا قبل فترة بجوز من ثلاث سنوات تعملنا أبوريت اسمه طول كرم لكن صدقاً أخت وفاء وبقولها بكل صدق يعني ما أخذ يعني هالإعلام يعني صدقاً يعني اللي زي هيك لازم فعلاً يعتزل واحد في بلده في مدينة مش نكون منحاس بالعكس أنا بالعكس أنا ضد الإنحياس لكن أخت وفاء يعني بالنهاية هاي بلدي يعني أنا بقول دائماً أنا بقول دائماً هذا في الإعلام المضيع يجب أن يكون حيادياً ومضوعياً ولكن في وطنيتك حتى كفنان يجب أن تنحاز لوطنيتك ولبلدك لمنطقتك طب شو اللي بيخلي إنه في هناك تقصير بصراحة هل مثلاً من بعض الفنانين الكرميين في أحياناً غياب انشغال في أداء فني في أماكن أخرى بحثاً عن رزقهم بالتأكيد فيه ممكن انعزال نوعاً ما وعزوف في بعض الأحيان يعني الفنان مهند أبو صلاح مثلاً سابقاً شاركت كما ذكرت في أبوريت ومن ثلاث سنوات ولكن عدت إلينا بهذا العمل وأعمال أخرى سنتحدث عنها لكن دعنا نذهب إلى مداخلة في هذه اللحظة بنقول ألو صباح الخير السلام وعليكم السلام أهلاً وسهلاً الله يحظى يا حي الفنان مهند أبو صلاح صاحبنا تحكي أحمد أحمد زكوت يا خارك الله يبارك فيك ما شاء الله غموية جداً ممتازة وصوت وداء يعني صدقاً أشكرك أشكرك جداً جداً حتى تعمل هذه المذاكرة إلى الأخ مهند الله يرضى عليك بارك الله فيك تسلم 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 الله يتزيك الخير بارك الله فيك أهلاً بيكم أهلاً وسهلاً أحمد زكوت والده شاعر محمد زكوت صحيح رحمة الله علي الله يرحمه طبعاً كتب لطول كريم وفتخر في مدينة طول كريم وإحنا كذلك لازم على هذا النهج أن نكون فعلاً نفتخر في بلدنا ونكون إحنا متواصلين في هذا المجوار من سيد بلال القص أبا يوسف يوجه لك أجمل تحدي صباح هذا وكان أول اتصال صحيح اتصل علي يهنانا وبحييك أخوي يوسف كل الاحترام ويقول كل المحبة والاحترام للكرم الأصيل مهند لطفي أبو صلاح بوجه لك تحدي أيضاً صباحية من أحمد القيسي أحد السائقين طبعاً يقول صبح وسلميلي على هالصوت الرائع مهند يسعد صباحكم بكل الخير بنعود لنقطة مهند ليش أحياناً بيكون في غياب وانقطاع ومن ثم عودة والله أخت وفاء صدقاً يعني أقولك يعني بالنهاية اليوم كفنان أو كأي مواطن يعني يسعى لرزقه مهند إن كان غياب مش كان لا صمح الله قصده إنه فعلاً نغيب عن الساحة الفنية الساحة الفنية بالعكس لازم تكون مطلة على كل فلسطين شايفة لكن صدقاً لما الواحد يعني يسعى لرزقه وهذا بالنهاية رزقه صحيح شايفة الطول الكرم يعني أقول لا يعني الفن كاملاً بالنهاية يعني هذا إبداع وصدقاً يعني الواحد شو ما عمل لفلسطين لكل فلسطين إن كان المدن وللقرة إحنا بالنهاية مقصرين لكن صدقاً إحنا يعني اللي بحزن عليه يا أخت وفاء إنه فيش داعم فيش داعم للفن يعني مثلاً الله يجزيهم الخير عملوا اتحاد الفنانين وما قصروا وحاولوا يعملوا طبعاً أكثر من عمل وكذا وهذا لكن للأسف ما حدا كلهم ورايح طب بالنهاية تأخذينيش في الكلمة أخت وفاء المؤسسات الرسمية لازم تكون داعمة لهذا العمل إحنا في الأبوريت لا شك إنه تكرمنا وكذا وهذا بالشهادة والله يجزيهم الخير لكن أن لا يتوقف هذا الدعم يعني خلنا نقول آني أو مؤقت وبالتالي لأنه هذه الأعمال هي مكلفة أيضاً عليكم طبعاً أخت وفاء كلك يعني صدقاً يعني في أعمال حالياً موجودة والله لسه ما هي طالعة لم ترى النور أو الضوء كما نقول محدد لا يعني في أغنية للأستاذ القدير اللي بوجهه له التحية وهو تاج عراسنا يعني بين هاي يوسف الفداوة أبو أيمن عمل أكثر من لحن يعني فيه عندك ومفنان قدير جداً اللي هي مثلاً قسم انبياثة والجليل وأرضي أجدادي وكدسي هاي عملها أغنيتها أنا والأستاذ مأموني جيوسي الله يسعد صباح برضو بحب أبرك لأهل طول كرم ولتلفزيون الفجر ولكل فلسطين انه هناك يوجد أبو ريت مكون من تسع مغنيين طبعاً من الداخل من الخليل من نابلس من طول كرم مدة 16 دقيقة صدقاً أخت وفاء عرضنا هذا الكليب انه ينعمل لكن في الشراعي لا مجيب طب يعني ما فيش رعاة بس في ناس بتحبك وتبعث لك صباحات في هذه اللحظات أرى بدي أحاول أمر على كل صباحات بس كمان نغششنا شوي تايك مقاطع نسمعي شي يعني الصبح الدنيا بدنا يغيرنا شوي الأجواء الجميلة ورح نحكي عن إن شاء الله القادم سواء حالياً أغنية القدس وكذلك الأوبريت القادم المشترك هذا حصري رح يكون في الحديث عنه كل التحيات للغالي مهند من أحمد أبو خميس أبو حسين ربي يسعد صباحك يا غالي أيضاً في هذه الصباحات تحدى لك من كل المستمعين ومن نزار مجدوبة اللي بوجيه لك التحدي الصباحي بكل الحب والاحترام والتوفيق للفنان مهند الملتزم وصاحب الأخلاق الكريمة الأصيلة إطلالة رائعة وجميلة صباح الخير خالد حانايشي بكل صباح الخير يسعد أوقاتك عماد أبو سرية سعد صباحك بكل الخير وأيضاً حسام أبو مش عارفة بقول أحلى صباح للأخ مهند أبو ضياء أيضاً هنا منور أبو ضياء الله يعطيك الصحة والعافية في هذه الصباحات المرسلة وإذانا عبر الواتساب اللي ببعثتنا بس ياراً تتوقعون عشان ما أرجعش للرسائل أحكيهم من أول وجديد في الأسماء طيب أيضاً هنا الصباحات ومشاركة من أبو رامي زوج محمد الجلد ببعثت لك تحيي وكل احترام إلك ولكل القائمين على هذا العمل الأعمال المميزة اللي بتعطي الطابع الوطني والانتماء الحقيقي للبلد شعبنا بقول شبعنا من الدحيات المشوشة والأغاني اللي بدون معنى والمغنيين اللي بدون هوية الفن رسالة ومسؤولية فشكراً لك على هذه الجهود شكراً إذا يلا بدنا هلا نفوت على موضوع الإنجاز الفني الرائع سواء بتحياتك وترحيبك بكل أهلنا في طول كرم وللقادمين لطول كرم وكذلك أغنية القدس حكي لنا شوي عن هذا الموضوع إن شاء الله فيه طبعاً أنا هسا عامل موال جديد بحب أهدي طبعاً هني موالين بعرفش إذا هسا وبعد إن شاء الله حابب يعني أقدم موال لمدينة حبيبة قلبي يعني اللي هي طول كرم نعم تفضل أغنية حبيبة قلبي فرمի زينة البلدان حبك في قلبي للأبد يا تاج لوطان فيك ابن فخر يا بلد فيك ابن فخر يا بلد وبهمة الشجاعان الله يديمك للأبد يا درة البلدان طبعا هذا موال لطول كريم والتلفزيون الله عليك سعد صباحك بكل الخير يعني طبعا إحنا لسه هاي البداية بنقول مش بعناش من الغناء صوت نقي جميل ما شاء الله ونفس يعني ما شاء الله يعني رائع الله يعطيك الصحة والعافية مهند فيه إنجازات أيضا فنية أخرى هذه الأغنية طبعا اللي بتحي وبتأهل وبتسهل في كل أهلته الكرم ومحبيها لكن هناك أيضا جانب يسلط على القدس المحتلة طبعا طبعا قبل الأربع أسابيع عملنا كليب ونشودي بعنوان نصرك يا كدس طبعا كلمات الدكتور رائد ناجي من الجزائر بعطت لي هكالي شو رأيك نعمل هذا فلسطيني جزائري نعم صحيح كلي بعينك الله هيك لحينها طبعا كاعد أنا في العمل بدأت في تلحينها صدقا يعني شيء شيء فبعدت له طبعا أنه تم تلحينها وتواصلت الله يرضى علي مع الأستاذ أيمن الفداوي أستاذ أيمن حبيبي صدقا يعني يا سلامة أستاذ أيمن بيحكي عنك كله أستاذ مهارد بكل مشاعر بكل حب يعني ما عزته في قلبي غير إنه جاري بس ما عزته أخيلنا يعني صدقا الله يديم هذا المحب يا رب و الله يشافه له حشته بإذن الله تعالى آمين يا ربي فبعدت له إياها قال لي يلا تعال فعلا رحنا وصدقا صدقا قال لي هاي هدية من الستوديو للكدس يا سلام يعني هذول أبناء الوطنيين الحقيقيين هذولا مفخرة لأطول كريم صدقا يعني ستوديو دندنة مفخرة لأطول كريم ومش أول مرة يعني أستاذ أيمن بيكون له مثل هذه اللفتات وهو زي ما إحنا بنقول فرخ البط عوام يعني هو فنان وابن فنان والأهم من ذلك إنه الانتماء لأطول كريم وللوطن بشكل عام على مسار ومدار مسيرة فنية تاريخية طويلة طبعا ولا ننسى برضو فيه يعني الأستاذ القدير يعني كدامة الكرمي أبو إهاب صحيح يعني أنا سجلت عنده بجزء البوم أو أكثر يا أخي طول كريم تفتقد صدقا طول كريم تفتقد يعني وأغنية القدس صارت منشورة حاليا طبعا نشرناها على يوتيوب طبعا والحمد لله رب العالمين أخذت يعني صدى رائع جدا شايف وكلمات عامة يعني وحلوة وإشي لنصر للقدس يعني كلمات مميزة جدا نعم فالحمد لله يعني فيه أعمال كثيرة يعني فيه عندك الأسراف فيه عندك الله يفرج عنهم يعني طبعا هم يعني التاج عن الروس يعني شو ما عملنا شو ما عملنا إيش لوطننا هذا مفقرة إلنا نعم ودائما وأبدا إحنا بنقول المفروض أولوياتنا تكون هي وطننا وقضادة الأساسية في هذا الوطن أيضا تحياتنا للفنان المبدع الأستاذ مهند وكذلك كل التحذى للشاعر الرائع من الدكتور منصور سلام أبواجه لك التحذي الصباح وهنا صباحات ومشاركات في هذه اللحظة مصدق أبو صلاح بيقول شركة أبو صلاح الأجلس الكاربية طول كرم كل الدعم والتأييد لبلبل طول كرم مهند رامي خير الله بيقول يسعد صباحكم بكل الخير أسامة جلاد بيقول صباح الخيرات للأخ مهند أبو صلاح كروان طول كرم صوت جميل جدا يا كروان يعني سمعنا كمان إشي هيك من اختيارك وخيارك في موالة طول كرم ثاني مع تلفزيون الفجر يلا تفضل إن شاء الله طول كرم يم الشهام والكرام طول كرم يم الشهام والكرام فيها التمييز والعطاء شام خامث للهرام فيك المثقف والقلام وفيها برنامج طلد فجر أحلى نغام وفيها كل يوم تلفزيون الفجر وفيها كل يوم تلفزيون الفجر بيطل علينا أحلى لأهل الكرام يا سلام عليك يعني مش مخلي طلد فجر والفجر والمستمعين والقلم كل الاحترام وكل التقدير أكيد لي هذه الكلمات وهذا الأداء وهذا الصوت الله يديم عليك صوتك الجميل الصوت نعمة ولكن مهم جداً أنه إحنا دائماً وأبداً نكرس هذا النعب في الطريق الصحيح وإنت ما شاء الله دربك رائع وملئ بكل الأخلاق والأصالي في قادم وفي حصري صحيح؟ شو رأيك تحكي لنا عن الأوبريت القادم؟ الأوبريت القادم طبعاً لتسع مغنيين زي ما قلت أنا من الداخل أخواننا في الداخل الخليل نابلس أخواننا في طول كلم أخواننا الفنين العمل طبعاً كلمات الأستاذ القدير يوسف الفداوي والكلمات للأخت العزيزة المبدعة الشاعر ومريم العموري في أمريكا تتحدث أو يتحدث عن اللي هو دلعونة بنمط جديد ورحن جديد زائد زريف بلحن جديد ونمط جديد طبعاً مدته 16 دقيقة و15 ثانية تم عمله ما يقارب من سنة يعني جاري ببداية الدراسة هذا الأوبريت من سنة لكن أنا لفت انتباهي كلمة بلحن جديد وخلنا نقول أداء جديد قديش مهم كفنان مهند انك انت تكون بصراحة مواكب للتطورات والتغيرات يعني اليوم الأغاني طبعاً القديمة لما احنا بنحكي عن فن قديم بنحكي عن ممكن الأسلوب البطيء في الغناء وهذا كان له ناس وإله جمهور وإله مستمعين بنحنا نحكي عن عمالقة في الفن العربي بشكل عام والفلسطيني يعني اليوم عصر السرعة عصر التكنولوجيا عصر إنه إحنا بدناش نضل نقعد سنة وإحنا نسمع الأغنية مية في المية قديش بتركزوا عن موضوع إنه الأغنية بدنا إياها سريعة معبرة أصيلة ما تخرجش عن نطاق الأدب والأخلاق وما إلى ذلك هذا بقى راح بتاخده بعن الاعتبار أو راح تاخده بعن الاعتبار في الأوبارات طبعاً يعني هو لما تم عمله أخت وفاء يعني صدقاً يعني أي واحد بيسمعه بيقول معقول هذا الشغل هون هذا العمل هون نعم 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 يعني بيتفاجئوا يعني صدقاً أنا أحد رجال الأعمال في طول كريم الله يا ربي يذكره بالخير أخذ ثائر ذياب أبو طارق الله يسعد صباحه أبو طارق يعني هذا الإنسان بالحط على الراس صدقاً يعني أعماله ومساهماته الخيرية والوطنية في كل مكان أنا تكلمت معه والله قلت له عم أبو طارق هيك هيك في عمل لطول كريم قال لي أنا أول الداعمين صدقاً يعني كلمة حقه قال في هذا الإنسان الرائع بصراحة ما بقول لش لا على أي شيء يتعلق في دعم طول كريم مدينة طول كريم والله يا أخت وفاء يعني قال لي حدد يوم وإحنا إن شاء الله نروح على الستوديو فعلاً رحنا اتصلنا على بعض وروحنا على الستوديو تفاجأ انبهر 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 نعم يقول يعني هذا العمل فعلاً يعني إشي مفتخر نعم وصار يقدم بقول يعني أنا من عندي إن شاء الله القاعة يعني فيه مساعدات وفيه مساهمات خليني أعرض هذا العمل على كم من شخص فعلاً كبر مضررنيت عليه بكل عموطاركي كل للأسف يعني ما ما فيش استجابي كان طيب إحنا فيه هنا رسالة الآن من الزميلة الصحفي معين شديد يقول إن شاء الله سأتواصل مع دائرة الانتاج بالإذاعة والتلفزيون الفلسطيني وأعمل على تشبيك الأخ مهند وأمل أن يوفق إن شاء الله بإنتاجات أغاني جديدة ويوجه لك التحذي الصباح شكراً إي لك سيكمين إحنا دائماً وأبداً ما نستهين بأي اتصال أي مبادرة أي حركة بمعنى صدقاً يعني هذا كمان تترك أثر إيجابي حتى في بعض الأمور اللي يعني الآن ذكرت الأختائر ممكن مزبتش مع الناس اللي حواليه بس وكان مبادر هذه بحد ذات تترك شيء إيجابي وراء إحنا أكيد دائماً أبداً مساندين وداعمين لكل فنانين بصراحة وإحنا إن شاء الله بنكون أيضاً معكم وإلى جانبكم يداً بيد وإلى جانب كل فنان حر أصيل اهتمامه أو الأولى الاهتمامات لديه وأولوياته هي فلسطين والقضية الفلسطينية وإن يقدم الفن التراثي الجميل وبأسلوب رائع يليق بالفن الفلسطيني صباحات كثيرة مناضل نظم القيسي يوجه لك التحية صباح هذا سامح قب يقول كل الاحترام للأخ مهند وصباحات متنوعة دائماً أبداً يعني إن شاء الله نكون وإياك فيه جديد وفي القادم وفي الأوبريت دائماً وأبداً الوقت يداهمنا في هذه اللحظات وكل التحدي والاحترام لك وعلى تواجدك في هذا اليوم وألف مبارك هذا العمل الجديد الذي كنا قد نشرناه الآن عبر الشاشة ومتواجد كذلك الحال عبر مواقعنا الإلكترونية في هذه اللحظات كل التحية وكل الشكر للفنان الفلسطيني الكرمي مهند أبو صلاح شكراً جزيلاً لك وفي هذه اللحظة وجه التحية الصباحية لكل المستمعين والمستمعات وكل المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة وطيب الإصغاء وكل الشكر لطاقم العمل أنوار الحج حمد من الهندسة الإذاعية غادير الشربجي في التصميم الجرافيكي والتصوير والإخراج كذلك الزميل إسماعيل بلعاوي دعم لوجستي سعد صباحك وكذلك ريهم أبو حبل متابعة تحريرية أحييكم في الإعداد والتقديم ومن وراء المايكروفون أنا وفاء زيدان وشعارنا الدائم على المحبة التقينا وعلى المحبة نقول لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة ألفين واثنين وعشرين شو العرض؟ أجرة بدلة الزفاف أو الخطوبة فقط بألف شكل وكمان فوقيهم عشر هدايا شو من العشر هدايا؟ فسطان صهرة طويل زائد كسوة عرض المفاجأة الحلوة من أزياء الخلود للعرائس أي صبي بيصادف عيد بلادها في يوم تمانية عشرة ألفين واثنين وعشرين بمناسبة المولد النبوي الشريف إلها أجرة بدلة الزفاف أو خطوبة مجانا أزياء الخلود ملك العرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة